صباح الخير لبنات كي صباح تولي بس عليكم صحيحة كل شي بخير تمنى تكون أمكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة يا ربي المهم اليوم واحد صباح اللي زوين بزاف نهار لحتى تعرفوا تنصبحوا نعسين ترتاحوا شوية المهم انا فقط غير انا بقي كل شي نعز تخذت قهيوة ديالي وتنطيب الفطور غان جبد واحد مسمينات كان عندي فريقو غان جبد نصخنهم جبد الزبدة تاهية غان قطعها البنات هذه الزبدة بلدية هنا زوين عندهم فنة مركز تدلتي يا فريقو باش منخسر شلي جبت الكيک كان عندي ففık للاجاشة تغير بحالي غاد اغنسقنا مصصافي المهم كنشي عندي موجود النايل السبت الي ما كانت عندي moms السبتت بقان واشدنوا ل beginners انشاء الله باش مللي تكون الحد وبحال هاكي يعarak اللي قالس طوالولدات وذلك شي ما يمره هو ما ما عضوش المياه في المياه لمندرسه وخها هاكاك قصني نوجد باش الصباح وخها انا في قمعت الله يكون كل شي عندي في الدار انتم ما تتعرفوك ما تتعرفو عليا ما تناخدش بزافت الحويج من زنقة تنسيبهم في الدار تنعرفو اشنوا واكلين ووليدتنا تنعطيهم شي حويجات اللي يكونوا زوينين بزاف صافي هنا تنوجد فطورنا عادي كمال الفطور صافي غان فطروا البنات وغان خرج اليوم عندي ميدار غان خرج نكملت قضية ديالي اللي اكتمازا ما كملتاش وغان شاركها معكم ان شاء الله صافي هنا البنات خرجت تقديت خضية الحوت كانوا ما بقاش ليا الحوت خضية الدجاج اللحم تهوام ومهم تتعرفو كما قلت لكم انا تنتقدي ديال 15 يوم ديال السيمانة ديال 20 يوم على حسب احنا واشنو كلينة واشنو درت كان بعض المرات تتديري شي حويجات ولا تتخرجي تأكلي برا راهم ما تتتخذيش دكشين تكون عندك في الدار دكشين ما تنحسبش اناش خلعة يدوزلي ولكن راحنا ما تناكلوش بزاف دكشي ديال الحمو ده كذا مره مره وتدوزولي بزاف هنا تنتقدي بحلقات تنتهنى على جبت لكم حلقات كفكرة ما اللي تتقداي تنتهنى تقدري تديري غير حوتة وحدة موين صغيرة تكون ما كبيرة ما صغيرة وديرها مع شوية الخضراء وديرها في الفران ها انتي مغدية انتي ووليداتك والحمد لله وشكر لله صافية غا نكمل هاد شي بالغسيل انا ديجا غسلتهم عند مول الحوت ولكن دبه نار غير تنذير ليهم انا الخل وتنعود ليهم شوية اللغسيل لكان نبقى فيهم شي حاجة صافية غا نغسل كذاك شي كامل وتنضيرو لتسقطر باش ينشفوه مزيان ونرجعهم عاد لفريقو كل حاجة ونرجعها بوحدها ما تنضيش الحوت مع الحم ولا الحم مع الدجاج تنضي الحوت بوحده عنده بلاستو بوحده باش هنا ما ينضيش ليا ريحة في الدجاج ولا في اللحم صافية غا نكمل اللغسيل كي ما اكتليكم بحل هاكة وهندوز للدجاج وننضف شحل من حاجة في الكوزينة ونشارك معاكم الغذيوه ديالي وان شاء الله نويا نشارك معاكم هذا الروتين من الصبح حتى العشية وفي حتى واحد الفكرة اللي زوينا بزاف غا نصيب معاكم واحد بيتزة الدرالي الصغار بلا عجينة بلا البط بلا التحاجة كما قلت لكم غا نصيب بلا البطة ديالبيتزة بلا عجينة بلا التحاجة سهلة بزاف وتقدروا تطفيقوا من نعاز وتصيبوهم لوليداتكم ويديهم المدرسة واعرين البلات أنا دقتهم واللهي لجيت واعر وزوينا بزاف هنا البنات كفكرة خبشيت خرجت خضيت قريعات ديال معلابات يعني تعالبي فيهم مش حال ما اللي بغيتي الحامض الزيتون لي كان هنا صيبت لاصوس ديالبيتزة صيبتها البارح في الليل كنت جدت واحد ما تعيشة زوينا بزاف وكانت رخيصة ثلاثة دراهم اخضيتها ودرتها في الليل طابت والصباح اخضيت لها دون قريعات ودرتها رتتبقتل خمسطاشر يوم بحلاكك المهم وهنايا داروري خطكم خاصة تشوف الخضورة وتشوف شي حاجة زوينا الغرس أنا ما نقدرش نكون نقلسة في الدر بلا ما يكون الغرس في الشراجم ولا قدام الباب ولا هكا داروري خطني نشوف شي حاجة الخضورة في الدار تتعجبني بززيف وانا هكا كينا خرجت خضيت القازو لبنات هذي 20 درهم اللي خضيتها مهم ما حسبش لي قطت لي عطيني عطيني العبار ديال عطيني العبار قطت لي قطت لي قطت لي قطت لي قطت لي 20 درهم صافي صابتها هكا في الشراجم تجيز ومن اللي تتحط فوق هالفاز تبين واحدة ديكور وهنا جدت الحبق شريته تقريبا خضيته 12 درهم بش خضيته صافي وهنا يمع عندي أنا فيزان صغار حاولت نفرقه على ثلاثة الفيزان جبت داك الغبر ديال داك 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 طراب ديال اللي كان مزرع فيه داك الحبق داك هول لول وعاد غندير داك طراب لاخر اللي دير بحل الرملة حيث ما عنديش أنا هنا طراب دير بحل الرملة غن نصيف بحل هكا وغن بسحهم مزيان وغن ديالهم شوية الحجر وغن تأنتك عليهم وعاي جيوني زوينين بزاف حمقوني في الشرجم عشوفوا هما البنات وغاد قولوا لي كيف هاش جاوكم وش كي يل ديالهم كأفكار وصافي وكيف ما قل لكم أنا دار ولي خاص يكون في الشراج لخضورة تبالية شوفوا كي جاو وخار كي نريح هنا بزاف ولكن جاو مش مشكل غان نكمل لكم هنا آية اللي دارت لي لاصوس ديال ديال الكفتاء وصيبت ها قل دار ورين دخل الكوزينة لهي ولا أخوها كنت ما تتقاس لي قاعد للحم ولا الجج ولا الحوت ما تتقاس بدا عد قاعد دخول الكوزينة والتعلم البنات اللي عند هاش بنيت اللي يخلي ها لها ول بالخوت الصغر وبحل كنت نقول آية ولكن عاونات آية وعجبني الحال من طيب لنا هي الغداء نقول يا الله يرضي عليك بنيتي صفي هنا داك الحوت غان نرجع لفريقو كيف ما قلت لكم كل حاجة تنذيرها بوحدها وتنصيبها ونقدها بحال هكت انتهن سير تدب مع الدخول المدراسي ننظم حالما حاجة في الكوزينة نبقى غير نجبد بشوية بشوية على خاطر حيث تعرفوا مدراسة نضغط وخصنا لابد ان نكونوا ملضمن رأسنا يلا نتكافوا مع ذاك الوقت دي الوليدات نلدن في وقف الصباح وخصنا نطيب من الغداء وخصنا وصيرت وانا رغاي يجوني مع الاثناش الغلايضة نضع ليهم معي القدي البتقي جوج بيضات شوية دي الملحة فقط مديروش فيها العطرية في اخترا هاد شي دا بلي احتجت انا فهد البطاطا نخلط البيض مع ذاك البطاطا بالمزيان مزيان حتى يتناجم بشات ليا انت مويم بشات ليا نخلط صافي نخلط هم مزيان بلما تكتروا الزيت انا من اللي عندي المقلة دي القرانط رامط تلصق شوية زيت العود ونخلط الخالط اللي عندي زيت العود مويم عن خلط الخالط اللي عندي ونحاول نبسط ها بشوية بشوية حتى تجيني مقادة على المقلة هذه البطاطا ونقص عليها البطم جيد للناس اللي ما عندهم المقلة عندها الغلاقة تحاول تحط فوق هاشي حاجة بحلف المقلة تطقيلة دي الحرشة بحل اي حاجة عندك وحط ها باش أنا ذيك البخ دي المقلة اللي ترجع عليها تطيب البطاطا مزيان من داخل وكوشي تطيب تطيب زوينة صافي نخليها هنا الطيب نقلس مقابل لها يعني نخليها الطيب ونقلب ها على الجهة الثانية وغتشوفوني كيف هاش غنصيبة صافي هنا غنغطي عليها ونخليها متن خليوهاش بزاف قاع عشر لتقايق بحلاكيق ما كاملي حتنا قص البوطة بزاف صافي هنا من اللي طابط ليا غنقلب ها غناخد واحد طبي سيل كل واحد اللي عنده سين طبي يصير اللي كان وغنقلب ها شوفوك تجي ما تخافوش منها ما غنغط تهرس موالو حيث دير اللي تقيق ودير اللي البيض ما غنغط تهرس موالو وهنا في هاد الاثناء هذي عن خليع طيب وغنش نجبد ما ديالي هذي اللي وريد كم اللي صايب ديال البيتزا هي اللي غن ناخد منها وغن دهل وجه ديال هذ البطاطا هذي صفي انا ما زال هن البطاطا ما كملت الطياب ديال هال فاش قلب تهن هن صايب وندي لها شوية الطون وندي لها الفرماج باش من رجح الطيب الفرماج ديال طيب الفرماج يعني طيب في المقلة اللي دخل لبنت نحرف لكم شي حاجة روعة وشي حاجة دغية دغية فرمشة عين وحتى انا لما درت هدرت هال عشاء يعني مع العاصر هي والعاصر بارك الحمد الله وشكرا لله ولكن تدقهم بطاطا تدقهم مع دك الطون وما طيش والفرماج يعني صافر انت تعش ديال هاد بيزا صافر الفرماج اللي كما قلت لكم اخصي طيب عرف المقلة غاي طيب صافي هالفرماج عندي ها كما قلت لكم شوية شوية الواحد اللي عنده غايق به مش ان تكون عدنا كمية كبيرة عاد باش تحل نصيب شي حوي جد شوية الفرماج الصافر غايق فيكم اه وهنا غنزوق ها بالزيتون غتشوف الشكل النهائي ديالها والله تحل في دولير ببيتزا ولكن زوينا غايبغيوها وليداتكم حيث البطاطا مع الفرماج مع الطون تجي رائع تجي زوينا بزيف صافي هنا من اللي طابت رغنزولها بسوه ولكن كما قلت لكم هاد المقلة ديالي أنا لم تتلصق صافي غنزولها وغنقطعها بحال شكل ديال ببيتزا وغنعطيها الدراري بصحتهم شكرا لكم بزيف والهلي خطيكم إلى فيديو جاي ان شاء الله تلاولي فرصكم بزيف اشتركوا في القناة شكرا